يا مساء الخير وأهلا وسهلا بكل الأهلوية اللي بتبعوا معنا حلقة جديدة اسبوع جديد السادسة تحياتي لكم في البداية والكلام كله سمع هص ما فيه صوت أعلى من صوت لقاء القمة 24 ساعة نفسلنا عن مباراة منتظرة طبق الحقيقة مباراة الأهل والزمالك بصرف النظر عن كل حاجة محيطة بيها حالة العك وحالة الصراع اللي احنا عايشينها في الكرة المصرية نحاول نفسل منها وناخد هدنة عشان نتابع لقاء القمة المنتظرة الحقيقة أنا طول عمري يعني بشوف أنه يوم المباراة دي بيبقى يوم عيد للكرة المصرية يعني بحيث أنه مصر كلها ما بيقاش في عندها حاجة أهم من متابعة لقاء القمة بين قد بين كبيرين شيئا ما قابينا حالة الصراع اللي بينه الصراع اللذيذ الصراع اللي في إطار طبيعي في إطار منطقي في إطار يقباله أي حد بيمارس رياضة طبعا بيقليش دعم الصراعات اللي حصلة على سوشال ميديا ولا العك اللي حصل بره من مستطيل الأخضر رب أكلم على كورة ودايما كنت بقول أنه كورة في مصر لا تصح إلا لذا كان فيه أهلي وزمالك فيه أحسن أحواله وأتمنى أنه يكون غير الأهلي وزمالك كمان فيه تلاتة أربعة عندي لو وصلنا للمرحلة دي الحالة دي من التنافس في الأطور الطبيعية لا تكلمش على المنافسة الغير شريفة تكلم على المنافسة الشريفة أعتقد أنه المكسب الحقيقي هيعود على الكورة المصرية وعلى منتخبات مصر بشكل كبير لكن يبدو أنه ده لا فيه ناس بتخطط له ولا فيه ناس بتحاول أنها تحققه لكن في النهاية تبقى المباراة دي مباراة مهمة جدا بالنسبة لأغلب جماهية الكورة المصرية بما أنه الفرقتين دول هم أصحاب الأكتر شعبية على مستوى مصر ومستوى الوطن العربي ومستوى إفريقيا كمان مش بابالغ لو قلت حتى على مستوى قرط إفريقيا أتمنى إن شاء الله يكون لقاء ممتع لقاء فيه كورة حلوة لقاء فيه منافسة كبيرة جدا ونتمنى إن شاء الله الفوز والتوفيق لرجالتنا بكرة وطب منكم عليهم عشان فيه كلام كتير والناس سأل أنا من الغيابات والناس سأل أنا لكن أنا شايف أنه ما فيش دعي للقلق لأسباب كتير أولا هرجع ليوم الأربع في نفس المكان هنا حلقة يوم الأربع اللي فات قلت لحضراتكم إنه اللقاء بتاع استم كامباني هو يعتبر اللقاء عنوانه إنه تجديد الدوافع والفرص وقد كان ابتهيالي إنه الناس اللي كانت حطى إيديها على قلبها بسبب رحيل مستر بيتشو موسماني وده الطبيعة جدا في أي مكان في العالم مش بس في مصر رحيل جهاز فني في نصف الموسم ممكن يعمل ربكة لأي فريق لكن القصة في الأهلي غير وده اللي حصل سواء على مستوى كابتن سامي أمصان اللي حقيقة قدم مباراة جيدة جدا جدا بشهادة الجميع كل أشهاد الحقيقة بالمستوى اللي ظهر به النادي الأهلي في الظل طبعا غيابات وأبرزها مش بس الإصابات كمان الدوليين الأهلي قدم كورة محترمة وقدم مباراة قوية ما شفناهاش بقالنا فترة طويلة والاختبار الأصعب ممكن يكون بكرة وأعتقد أنه بكرة من وجهة نظري برضو الدوافع هتزيد شوية ليه؟ لأنه مطش الزمالك بطولة خاصة يعني بالنسبة لأي أهلاوي في الدنيا مباراة الزمالك بصرف النظر على المنافسة على اللقب أو المنافسة على بطولة هو بطولة في حد ذاته ثانيا طبعا الدوافع اللي موجودة عندنا فيه سبيل استعادة القمة وإحنا مقربين جدا جدا خدوا بالك وإحنا بتفسدنا عن الزمالك ثلاث مباراة مؤجلة والفارق بس أربع نقاط وبالتالي التسع نقاط دول يودونا في حتة تانية يخلونا نعدي ونوصل لصدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب منافس لنا اللي هو الزمالك مكسب بكرة إلى حد كبير جدا يصعب الأمور على كل المنافسين مش بس على الزمالك وبالتالي مباراة لها أهميتها كمان على مستوى الحسابات وبالتالي إن شاء الله بكرة نتمنى إن شاء الله عرض قوي مش هقدر أخش في تفاصيل النهاردة تمرينة مغلقة فريق مركز جدا 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 بس بشكل عام أطمنكم على جهزات جميع العناصر بما فيها العناصر الدولية اللي رجعت ودخلت في جو وفي أجواء يعني استعداد لمباراة بكر النهاردة معايا مفاجأة جديرة في حلقة النهاردة بس مش هقولها من البداية خليكم متابعيننا وانتو تعرفوا مين هيكون ضيفنا النهاردة واحد من أكبر الأسماء في عالم التدريب على مستوى العالم حق إنجازات وحق ألقاب هي الأكبر سواء كبطولة لمنتخبات زي بطولة كسر عالم أو بطولة لأنداية زي بطولة دوري أبطال أوروبا هيكون ضيفنا النهاردة في السادسة بس اسمحونا قبل من نبدأ حلقتنا نروح لفاصل سريع ونرجع نقابل حضراتكم مرة تانية في السادسة